صباح خير مرة تانية نبدأ على طول بعنوين الصحافة والنهاردة منورنا الأستاذ أحمد سامي متولي وهو الصحفي بجارية الأهرام صباح خير نبدأ على طول الأخبار ونبدأ بالخبر الأول من الأهرام الترشيح للرئاسة 10 مارس وحتى 8 إبريل خبر التاني من مصر اليوم الصفحة الأولى الإخوان يخططون الاستحواذ على نصف تأساسية الدستور تمام من الشروق صفحة واحد نفي العربي خوض السباق ينهي أزمة الرئيس التوافقي المصر اليوم برضو في الصفحة الأولى البرلمان يحيل العليمي لوزياد العليمي للتحقيق بسبب تصريحاته ضد المشير من المصر اليوم صفحة 3 أيام الاحتجاجات قطع طرق والسكة الحديدية واعتصامات وإضرابات بالجملة للمطالبة بتحسين المعيشة المصر اليوم صفحة 3 مواجهات بين الأمن والحمايدات في قنة بسبب إصابة أحد أبناء القبيلة ومن الشروق صفحة 1 ليمان تورا جاهز لاستقبال مبارك فورا أخيرا الأهرام في الصفحة الأولى جون مكين في القاهرة اليوم لبحث أزمة التمويل الأجنبي نبدأ العطول من الخبر المستحوز على اهتمامنا كوينا طبعا وهو الترشيح لانتخابات الرئاسة من 10 مارس حتى 8 إبريل حاسم خبر ده يتنشر كل يوم بمعاني مختلفة الفترة زادت طبعا كلكم متوقع ان انتخابات ممكن تتمزي خلال شهر أو شهرين بس واضح ان فيه إجراءات قانونية ودستورية وإجراءات عملية على الأرض هتأخر العملية شوية خاصة بالنسبة للمصرين في الخارج محتاجين لسه يشوفوا آلية التنظيم الانتخابات هتبقى زي والاستمرات هتبقى زي وهيرشحوا بناء على الرقم القومي ولا لا يعني قبل كده كان انتخابات مجلس الشعب كله بيرشح في دايرته دلوقتي كله على مستوى الجمهورية ده فلو بقى أسهل مش أسهل أسهل بس هم عايزين يفتحوا المجال شوية للناس كلها نهاية انتخب وطبعا هيبقى فيه أعداد كبيرة هتتقدم مش زي انتخابات مجلس الشعب فعايزين شوفوا القالية اللي هتجرى بها الانتخابات هناك والسفارات هتنظم إزاي وكده وهم سايبين حوادي طريبا شهر أو أربع أسابيع لفترة الترشح عشان برضو الناس تبتدي تنزل تجمع التوقعات خاصة المستقلين المرشحين المستقلين بتجمعوا التوقعات من المحافظات المختلفة اللي قالوا لازم تلاتين ألف توقيع من خمستاشر محافظة على الأقل فدي قالوا برضو نديهم الفرصة الكافية وطبعا ولسه فيه شهر دعاية شهر دعاية انتخابية طبعا مش هتقل عن كده هو فيه كده احتمال يعني انه ممكن يتأجل الموضوع غير بعد يونيو لا لا خالص الانتخابات هتبقى قوائل يونيو وطبعا ممكن يبقى فيها أعادة أو مرجح هيكون فيها أعادة فطبعا الأعادة هتبقى مثلا ممكن بعدها بعشر تيام كمان عشان يدي برضو فرصة تانية للدعاية الانتخابين هتبقى اتنين بقى مرشحين بيعيدوا مع بعض مش متوقع ان حد يعادي لخمسين في المية زائد واحد الاغرابية المطلقة في اول انتخابات هناخذنا في انتخابات اللي فاتت ان كله بالتسكية وكله بالعادة ففيه وقع جديد فالواقع الجديد دوت فيه اجراءات لازم تتم هتاخد الفترة دهت يعني انا متوقع ان ممكن على نص يونيو هنبدر اسبوعين أو تات اسابيع عن الجدول اللي ما قالوها عايزين تبكير الانتخابات هي مش هتبكر كتير يعني بالاوضاع ده مش هتبكر فيه خبرين برضو مفروض يكون لهم علاكم نفس الموضوع خبر معانا هو فعليا وهو الخبر التانت اللي هو نفي العربي خوض الصباق ينهي ازمة الرئيس التوافقي ورجوع البردعي مبارح بالليل وربطه انه ممكن يكون فيه مفاجآت في هذا الموضوع اولا نبيل العربي فعلا لم يفكر في الترشيح اساسا؟ اه هزا ما قالو الرجل انا انا ما كانش عنده فكرة خالص لا مش مستغرب هو ممكن يكون حد فتحه ممكن يكون حد فتحه ممكن يعني ده طبيعي فممكن تكون زي ما الناس قالت انه يكون بلونت اختبار عايزين يشوف مرشح توافقي هيحصل عليه اجماع ولا لا ولم يحدث الاجماع التام على مرشح توافقي ونوضح حتة المرشح الرئيس توافقي ديت مش هتستمر الفترة اللي جاية انا شاف ان المرشح اللي هيدعمه الاخوان المسلمين اكتر هيكون اكثر اوفر حظا لان هم قالوا فيه مرشحين بعينهم قالوا مش هندعمهم فوضح من انتخبات البرلمانية اللي حصلة في الشعب والشورى ان لازم ينال رضاء جامعة الاخوان المسلمين المرشح اللي هيوصل للرياسة يعني ده واضح ينال رضاءه مش شرط ünde انّ هما يكون يعني مش شرط يكون منهم او minimس المنتامي ليهم او كده بس الا هيدعمه انا شاف انه هو اوفر حظا ليه كلمة رئيس التوافقي اا مش مريح الناس كتير? ما انا شايفين البرلمان التوافقي مش شغال خالصا مش اي توفق في البرلمان. هو او برلمان توافقي? اه لا يعني ان بيحاول يعملوا برلمان توافقي او يحاولوا يتوافقه او حدة التنحور دي تقل شوية يوم بعد التاني بتزيد ما بتقلش خالص. يعني بالامس يعني كانت مشاكل اا اا يمكن هيتكلم عليه للخبر بعد كده او متكلم في الموضوع. انت بتقطي اه احدى يعني اه بشكل يومي. اه ممكن تقول لي بقى اكتر يعني. اه اه لا ما فيش توافق خالص واضح ان فيه سراعات اه قديمة ما بين الاحزاب وبعضها جامعة الاخران المسلمين وحزب التجمع ممكن ده برضو يكون اثر في جلسة انبارة. اه وزير التموين ربما يكون قد اخطأ بعد الشيء انه اشار للنائب ان هو يجلس او كده دي سلطة رئيس البرلمان. اه. لكن واضح انه كان فيه ترابس. اه. والترابس ده كان موجود في جلسة الاسبوع اللي قبله كمان. اه. لكن هو اتعامل معه منتها الزكاء الاسبوع اللي قبله. بعض النواة برضو حول القطع الوزير. ان كان بيناقش موضوع اسطنات الغاز. اه. اه. ساعتها طالب الحماية من رئيس المجلس. اه. انا بطلب منك محدش قطاني زي ما ما قطعتش حد. اه. هو بالامس انفعل شوية. اه. وقال الناس ايه اقعدو. اسكوتو. اه. فهي دي الشعللة الوضع شوية. اه. فمن الوضع ان لسه فيه اه. حاجات في الازهان. لسه برضو الصراع التاريخي ما بين الاخوان والتجمع. ممكن يكون انعكس برضو في جلسة امس. كان ممكن موضوع يتلم بسهولة اه. وهو طبعا الوزير برضو احس باهانة له ان هو ينزل من على منبر المجلس. اه. 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 او كده اه. او ان المجلس كله ضده. اه. اه. يعني ده برضو بيقودنا للموضوع الا ان احنا نستخدم النزام البرلماني او النزام الرئاسي. اه. نزام برلماني في الوضع الحالي انا شايف في المنزر دوت كده. مش مش هينفع خبارس. ومحتاجين فترة شوية عشان يطبق النزام البرلماني. فيه النزام البرلماني الرئاسي. اه. ده اللي احنا محتاجين. يبقى فيه رئيس جمهورية. يبقى فيه رئيس جمهورية حكم. وفيه فصل بين السلطات. فيه رئيس جمهورية حكم ما بين السلطات وإيه حاجة عصر في البرلمان يبقى ليه سلطة حل إن هو يطلب استفتاء الشعب بالحل أو كده يبقى فيه لكن حتة إن احنا نبقى كل الأحزاب اللي هي كانت متنحرة زمان دي تبقى في البرلمان ويتشكل حكومة أتلافية والحاجات دي واضح أن نتجاوه بعد الثورة وتدعيات قبل الثورة مش مهيئة خالص للوضع ده طيب روح راتول على زياد العليمي وتصريحاته لأثارت جدل كدير جدا وقدت إلى تحقيق للتحقيق في البرلمان هو اعتذر بالأمس اعتذار غير صريح ملفوف بيفكرني باعتذار دكتور يوسف بوترس غالي حوالي بنقول سبع سنين لا سبع سنين كان فيه خلاف مع ناب دكتور أيمن نور كان تفوه بلفز خارج وكده وتقفش بالصوت وكده خبراء الصوت جابوه ولما اعتذر قال انا اعتذر على ما قد فوه ما اساء مني هو انا شايف ان النائب برضو زياد العليمي مبارح حاول يعتذر بس عملها بنفس الطريقة اعتذر على ما قد فوه ما خطأ مني لأ هو المجلس طلب منه اعتذار سريع وهو رفض لكن بالأمس اعتذر كان طبعا عنده تصريحات ضد المشير تصريحات ضد الشيخ محمد حسين بالأمس عمل جلسة صلح ان هو ابقى خدوه بالليل واتذر لشيخ محمد حسين في المتالي الموضوع ده خلاص اتقفل موضوع المشير برضو كان مبارح فيه كلام ان هو مع وكيل المجلس المنصر اشرف سابت ان هو هيعتذر الاعتذار السريع فهيبان النهاردة يعني ساعة اتناشر ونص واحدة كده هيبان في بداية الجلسة الاعتذار لكن طبعا عدم الاعتذار بيوحيلوا للتحقيق بصفته نائب لان هو تصريحاته الشخصية ده ممكن تبقى شخصية تنسب اليه لكن طبعا بقى نائب يبقى لازم يكون حذر في طريق التعامل نائب ساعد عبود قال الكلام دوت لكن فيه سابق برلمانية قبل كده بتقول كان فيه برضو احد النواب لما دخل ديسكو وكان ديه موقف اسائل النواب المجلس ده برضو اتجازة في المجلس حول التحقيق بس فيه فرق بين تصريحات ضد لان التصريحات الضدية او اللي معها ده السياسة اراءه ممكن تكون انت عمش خطر يعني انت بتبقى ضد حد يبقى ده معناها ان انت بتتسبه وهو ده بقى السؤال التاني هل هي كانت تعتبر سب وقف فبالتاحة منتكلم بقى في مشكلة كبيرة ولا كانت تصريحات سياسية ضد نظام العسكري. فيه لفز تقال ضد المشير وموجود على اليوتيوب والناس كلها بتخش بتسمعه شايفين ان دوت فيه سب. فبالتالي هو الطريقة مش كده مش في الرأي يعني. يعني مبارح رئيس المجلس مسك حافظة مستندات وانا جالي برقيات من المواطنين بتقول لازم المجلس يتخذ اجراء. واتنين وخمسين نائب برضو تقدموا لازم المجلس يتخذ اجراء. هل ممكن يخسر الشباب يعني يعني زادة العلمة المحسوبة على القليلين قوي من الشباب الناشطين اللي دخلوا المجلس. ما يخسرش. ما يخسرش. هو طبعا هو اندفاع شباب لكن انا شاف ان هو اكيد متأكد ان هو هيعتذر النهاردة. اه وهو اعتزاره مبارح كان اعتزار ضمني. بس هو قال كلام مبارح برضو في ضمن اعتزاره. قال انا بحمل المجلس العسكري كل اللي ماتوا كل المشاكل اللي موجودة في البلد. ده كلام ده ده نقد بناء. ده سياسي. ونقد بناء ونقد عادي جدا. لكن الكلمة نفسها انا متأكد ان هو هي. هنتبقى لا حيصة هتروح على طوله على ايام الاحتجاجات. قطع طرق وسكاك حديدية واعتصامات وادرابات بالجملة لمطالبة بتحسين المعيشة. وبعدين. وبعدين. هي للاسف مش قطع طرق بس هيدي قطع مية كمان بارة في الزأزيق يعني عمال برضو شركة سيونة مية وكده. قفلوا محبس المية وعطاشه الزأزيق ست ساعات. مم. فده يعني طبق المواطن زنبو ايه يعني يعني اه. لأ هو مواطن زنبو ايه يعني المواطن زنبو ايه ده حاجة احنا كان فيها مواطن اضرباته في القطع السوق يعني. اه فا احنا دخلنا بقى نخش في حاجات تانية ممكن بعدين نقطع كهربا نقطع يعني السكة الحديد وما دوروا عليك موصلات تانية لكن المية والكهربا لو دخلنا في السكة دي. اه لسه نهاردة الصبح كان فيه تصريح ان فيه طلبة المجلس الشعب بدأ يطالب الحكومة باعانة بطالة متين جنيه اه شهريا. تمام. ولكن البطالة هي اه ده كان طبعا حسب التصريحات بلدو. هي السبب في كل هذه الازمات المتلاحقة وهي اللي ممكن تؤدي الى زي ما بيقوله ثورة الجيع يعني. سهل بقى الموازنة بقى هل هتستحمل متين جنيه ولا لأ. يعني هي ده. هتستيك اثر الطلب ده حيلقي نجاح اصلا. اه هو فيه صندوق بطالة موجود عمتا بس ده الصندوق موجود للي بيشتغل ويتوقف عن اعمل. اه. ده لي مش عارف ستة شهور او ده غاية سنة او حاجة زي كي اخد من الصندوق. اه. لكن حتة ان هو مش لاقي عمل ديت هي دي طبعا لجنة القطة الموازنة هتقعد تدرسها مع وزارة المالية. وهتاخد وقت طبعا الدراسات هتتكلف كام عندك فوق الاتنين مليون عاطل او ممكن زادوا بعد الثورة لتلاتة مليون. اه هتحتاج قد ايه لو جبتي امتين الف في كل شهر. لازم هتتحس بكتوريا. بس امتين جنيه انا شايف ان هي الحكومة مش هتستحملها خلص. اه. يعني الموازنة مش هتستحملها خلص. اه. يعني ستين جنيه كانوا بيدو للي بيتوقف عن العمل. اه. كان ستين جنيه. العداد مش كتيرة وكانوا بيقولوا ان هي بتشكل عبقة عن الموازنة العامة للدول. اه. فطبعا هتتدرس. احداث كنا. المواجهات بين الامن والحمايديات قبيلة الحمايديات في كنا بسبب اصابة احد ابناء القبيلة. ايه اللي بيحصل? اللي بيحصل صراع قبلي وكان انتهى وكنا تفقالنا خير ان هي انتهت. حصل مواجهة مبارح ما بين برضو الشرطة زابط شرطة او حد افراد الشرطة ضرب نار واحد اصيب من قبيلة الحمايديات. اه. اعاد الموضوع تقريبا هيرجع تاني لمربع الصفر. اه. يعني احنا كل يوم نسمع حاجة تحلت يقول لك خلاص فين فراجة. وبعد كده ترجع تاني من الاول. يعني برضو موضوع العين السخنة. يعني السخنة. قالوا فين فراجة. الحمد من بارح خلاص قالوا نات حلت خالص والناس رجعت ومين اتفتح. اه. اه. هي الازمة ان كل ما نسمع ان فين فراجة حاجة تانية تحصل ترجع من تانية. بس هل ممكن يكون في تداعيات لهذه الاحداث ممكن تكون اه فيها مشكلة ولا الدنيا. لا لا. لا تزبط لان الكرة طبعا انت فاكر اللي حصل قابل محافظ. احنا مش بنهزر يعني. لا لا محافظ انا الرجل متالي ممكن يحل المشاكل ديت بما ليه ان هو الرجل ليه تاريخ في اينا من اكتر من عشر سنين. اه. اه. وليه تاريخ انا انا روحت اينا مرة وقابلته هناك. وعدنا يوم قردنا هناك برضو كانت لجنة بردانية مجلس الشعب. اه فوقيت ان اللي هو عادل لبيب مش بيحل المشاكل العادية اللي هي المشاكل اليومية للشارع بس. لا ده بيحل المشاكل عائلية كمان. يخصص يوم في الاسبوع كان تقريبا كان يوم التلاتة على ما انا تذكر. اه حدا ليه مشكلة خلاف مع زوجته. كان بيقعد مع الزوجة وزوجة يحاول يصلح بينهم. اه. فمتهال ان اللي هو عادل لبيب قادر ان هو يحلها بسرعة. اه. طيب هنروح على ليمان تورا جاهز لاستقبال مبارك فورا على عكس تصوحات اللي قالت انه لسه هيحتاج كمان اسبوعين تلاتة عشان خطر يبقى جاهز. تمام اه. اه دي لجنة برلمانية زارت السجن. وشافت هم فيه مستشفيين. فيه مستشفى في المزرعة. سجن المزرعة. فيه مستشفى في اللومان نفسه. انا كعارف ان ده المزرعة ده بتاع وكده. وكده. والسجن الليمان ده بتاع الناس الغلابة. اه. فلاقوا ان المستشفى في سجن اللومان تورا دي جهزة. اه. نقصها بس الجهازين تنفذ صناعي. وحاجات زي كده. وممكن تشتغل في خلال اسبوع. اه. فيه تصريح بقى للرئيس اللجنة دكتور اكرم الشاعر. اه. بيقول فيه في الشروق. بيقول فيه لأ احنا شفنا ان هما كسروا. اه. ان فيه تعمد ان هما كسروا اه حاجة جدران من المستشفى المزرعة. عشان يقولوا ان هي مستشفى مهدومة وكده. وان الرئيس السابق ما قدرش يتنقل فيها. فتصريح طبعا قطير يعني. طبعا. طيب. واخيرا جدا وسريعا جدا. اه مكين طبعا اه سانتر جون مكين في القاهرة لبحث ازمة التمويل الاجنبي. اه. للمنظمات طبعا الغير حكومية. اه. هو دلوقتي جاي اه طبعا اطرح يعني اطلق تصريحات نارية الاسبوع اللي فات وكانت كانت شبه بيقول ان هو عايز يقطع المعونة عن مصر وكده. اه. اه. انتهاء شهر العسل بين واشنطن وقاهرة. اه. الخبر تفاصيله جوا بتقول لانه وسط وقعات اه مصادر ان تميل هذه الزيارة الى التهديئة. اه. لكن في بقى رئيس اللجنة الفرعية اللي في الكونجرس اللي هي بتاعة الاموال وكده التمويل وكده اللي بيقول ان معادة السلام لم تكن مشروطة بتقديم مساعدات لمصر. وده رد على تصريح بكتر محمد مورسي رئيس حزب الرحلية والعدالة. اه. فقالك هي من المعاهدة لا ما فيهاش باند بكده. اه. اللي عجبني بقى مبارح ان اه دكتور عمري حمزاوي اه طالب النواب هو ادعى في السفر الامريكيه ان يحضر اللقاء مع جون مكين. اه طالب النواب هو رفض الدعوة وطالب النواب رفض اه الحضور. اه. وقال ان جون مكين ده لي اعراء متشددة بالنسبة للشرق الاوسط. اه. وانه هو منحاز لإسرائيل. وانه هو ضد الاسلاميين وكده. فاني كان اصير على دكتور عمري حمزاوي اه حاجات كتير قوي قبل كده ان هو. انتماءاته واجنداته. اه بالزبط. اه. هو رفض اللقاء في السفر الامريكيه. تمام. اه. تغطية سريعة ومستفيدة. في نفس الوقت باشكر حياتك. الصحفي احمد سامي متولي. الصحفي جديدة الاهرام. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. وحنتابع الاحداث. وفي الوقت حنروح على ندوة لتحليل الاحداث السياسية بعد موقعة بورسعيد. اه. اقيمة بمركز مؤتمرات جامعة القاهرة ندوة بعنوان تحليل الاحداث السياسية بعد موقعة بورسعيد. حضر الندوة من الشخصات العامة والسياسية. دعالوا نشوف التقرير. وحنرجع تاني على طول ونسب كاملين نهارك صعيد.